بعدما اكتملت حلقة البناء المؤسستي تتجه الأنظار صوب مبنى زيغود يوسف الذي سيكون على موعد مع تشكيل آخر لبنة تشريعية انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي كانت مقررة في شهر ديسمبر الجاري لكنها حالت دون أن تتم في موعدها المحدد بسبب الانتخابات المحلية ما قد يجعلها تضرب موعدا جديدا أواخر شهر جانفي على أقل تقدير حسب خبراء شأن الدستوري غرفة تشريعية توصف بالعليا ينتظر منها في المرحلة المقبلة الاطلاع بدور تشريعي لا تشريفية وهو وصف صاحبها لسنوات خلت فلن يبقى على الوضعية التي كان عليها في السابق بل إننا سنعرف عمل نوعي وهذا هو طبعا دور مجلس الأمة لتهديب والإدفاء نوعية على عمل السلطة الشرعية مستقبل وعلى عكس الغرفة السفلة انتخابات التجديد النصفية لا تعني عموم المواطنين فأعضاء المجلس البالغ عددهم 144 عضوا ينتخب تلتاهما عن طريق الاقتراع العام السري من طرف المجالس المحلية بمجموع 96 عضوا ويعين رئيس الجمهورية ثلثة الآخر أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية